أشوف أنها طاقة الفترة الحالية انت مفعن بالحب مفعن بالحيوية العاطفة متدفقة عندك من جميع الجهات انت بالفترة الحالية اشوف انه ممكن تكون هاي الورقة ورقة العلاقات الجديدة او حتى الصداقات فانت ممكن تكون بالفترة الحالية واصل مرحلة كبيرة من العاطفة من الحب ممكن يكون الله عوضك بشخص ده تحس انه هذا شخص راح يملي الكوب الفارغ اللي كان موجود عندك بالسابق وانطيت ظهرك ورحت البعض معتك ممكن يكون يتعاملوا اي شخص هناني الطاقة اللي وراها طاقة الشريك هي طاقة ذمج الشيطال عتلي فممكن انت الشخص اللي انت وياه بالفترة الحالية قاعد يشوفك انه انت جذاب بالمرحلة بالمرتبة الاولى انجذاب اتجاهك انجذاب عالي سواء كان انجذاب جسدي انجذاب عاطفي انجذاب فكري المهم اشوف انه اكو انجذاب كلش قوي من هذا الشخص اتجاهك هذا الشخص ممكن يكون صار بينك وبينه حب من اول مرة حي تشيتو بيها او حتى من اول نظرة اكو مشاعر بلشت تنبني بينك وبين هذا الشخص من بعد فترة انت مليت بيها قلت لك بتشنت باقي بمكانك يعني كانت عندك مراوحة بالمكان انت ما قادر ما قادر انه تتقدم خطوة ولا ترجع لي ورا انت انت مستقر تنطي ظهرك لهواية اشخاص لهواية ناس موجودين بحياتك سواء كانوا اصدقاء سواء كانوا ناس منافقين من المقربين او حتى اذا كان شريك نفسه عاطفي شريك العلاقة بينك وبينه كانت بيها نقص من بعد فترة انت انت ما تعرف اش تختار مرت بيها بحيرة ممكن البعض منكم يكون مكان عنده ادراك انه ما قادر يعرف هو شنو يريد بنفسه يدخل علاقة العلاقة تكون طويلة الاجل وتوصل للزواج وينصحب منها لانه هو اساسا برج القوس بطبعه يخاف من فكرة التقيود يخاف من فكرة الارتباط الجاد والزواج فاشوف انه انت بالفترة الحالية بلشت تتعرف على نفسك اكثر بلشت تعرف شنو اللي انت تريده صار عند انتهسة من بعد مرحلة المراوحة بالمكان صارت عندك مرحلة اتخاذ القرار البداية جديدة انت بحياتك بعلاقاتك بافكارك حتى بعاطفتك كلها اكو بدايات جديدة يعني عندك من جميع الاصعدة موجودة فهاي الطاقة العامة اشوف هذا الشخص من جذب اليك اللي بعد هذا اشوف اكو شخص متلاعب موجود بحياتك ممكن تكون انت كشفته هذا الشخص هذا الشخص ممكن تكون انت كشفته وقطعت علاقتك فيه بعض منعتكم اما اعرف شخص على حقيقته وقطع علاقتك بي نهائيا او بالفترة الجاية راح يكشف شخص وراح يقطع علاقتك بي وممكن يعني نقول يصير بلوك بينك وبينك اشوف اكو شخص من الماضي شنة تتعامل اليوم ممكن يكون من برج ترابي راح يجيك طبعا برج الجدي موجود راح يجيك هاي الفترة هذا الشخص وراح يحاول انه يصير بينك وبينه رجوع او حتى مصالحة راح يقدم لك عروض واعتدار ولكن اشوف انه هذا الشخص ما راح يكون صادق بالوعاد اللي راح ينطيع لك بالفترة الحالية راح يجيك يدخل بحياتك فجأة يعني ويبين لك حب ومشاعر واعتدار وبعدها راح يرجع ينسحب من حياتك ممكن تكون اكو اسرار ادخذ هذا الشخص انت لحد الان ما تعرفها او هذا الشخص ما قايل لك عليها وممكن هو يكون بالفترة الحالية قاعد يراغبك بالسر فاحذر من هاي الطاقة على الصعيد العام اشوف البعض من عدكم يا برج القوس ما شاء الله اللهم بلا حسد البعض منكم راح يبدي هاي السنة عدكم تغييرات سريعة نقلة سريعة ممكن تكون بالعمل عدكم سفر مفاجئ راح يصير البعض من عدكم اشوف اكو علاقة راح تترسم ممكن تكون العلاقة جديدة او حتى ممكن تكون قديمة حسب كل شخص اشوف اكو علاقة راح تترسم العلاقة بينك وبين شخص ممكن امور راح يصير تغيير مفاجئ سريع بحياتك او حتى يصير عندك موضوع ارتباط ولكن سريع سريع انت نفسك ما راح تحس به شي مفاجئ راح يصير ولكن ايجابي البعض منكم اشوف عنده زواج عنده ارتباط ان شاء الله بهاي السنة موجود من اشخاص من ابراج مائية هنا موجودة عندي وايضا ابراج برج الثور ايضا موجودة هنا فاذا شدوا تتعاملون مع هاي الطاقات اللي قلت لكم عليها واشوف اكو موضوع زواج راح ينفتح فجأة وياك البعض منكم ايضا موضوع سفر عجلة الحظ تلعت وياك وانت صاحب الحظ كله ان شاء الله هاي الامور الامور راح تتحسن بهاي السنة والحظ راح يكون حليفك من صدق لانو يقولون هو النطرة اللي ماخذيها على برج القوس ومن يوزع الحظوض على باقي الابراد جنسة انو يبقى لنفس حظ فهاي السنة يشوفها سنة الحظوض اليك يا برج القوس ان شاء الله خاصة على الصعيد العاطفي اشوف لقاءات مثمرة علاقات حب جديدة راح تبلش بيها راح اتخلي حد الهواية ناس بحياتك كانوا موجودين قبل وايضا البعض من عدكم اشوف راح يبلش السنة بزواج او خطوبة موضوع زواج لبعض منكم ممكن يكون حتى الزواج زواج تقليدي شخص من العائلة من الاهل والبعض الثاني ممكن يكون زواج مفاجئ مثل ما قلتلك انت مجن انت محسب بله يعني فجاء اكون موضوع زواج راح ينفتح اشوف في بداية السنة ان شاء الله اول ما تبدأ السنة هسا خلونا نقرأ الطاقة العامة لسنة قلتلكم اياها من بعد حرة وتردد بين شخصين اشوف انه ممكن لبعض منكم كانت محتار بين شخص كانت علاقة سابقة بي موجودة ومنتظر انه هذا شخص يرجع او انه هذا شخص يتغير ولكن ملمن عنده فاشوف راح تنتظه العلاقة من اول ما تبدأ سنة وانت انت ظهرك اشوف يعني من نهاية شهر 12 من نهاية السنة انت انطيد ظهرك العلاقة ودخلت مغامرة جديدة او قررت انه تبلش شي جديد لبعض منكم ممكن يكون عنده مشاكل ويشريك السابق من شهر الثامن او حتى نفصل بشهر الثامن وبلش يتطلع بلش يعني يشوف الامور اوضح من بعد ما كانت اكو ضبابية والحد الان اشوف اكو ضبابية اكو اسرار موجودة راح تنكشف لك ان شاء الله تدريجيا خلال هاي السنة على الصعيد العمل اشوف البعض منعدكم ممكن يكون بالفترة السابقة ترك عمل كان يشتغل به العمل هذا كان متعب او ممكن حتى يكون اكو يرجع لك على الصعيد العملي او ممكن بعض الناس بيعدهم حتى تكون محكمة لانها ايضا تنطبق على قرارات المحكمة فاشوف انه ممكن البعض منعدكم يكون اه اتعرضوا ظلم معين او عنده معاملة بمحكمة او عقد او حتى شي خص الشغل الورقة اجتي معدولة ما للمحكمة فانت راح تسترجع حق ضايع خاصة اذا كان ناظر حق ضايع من شخص من برج الميزان او برج هنان التراب همين اضا موجود عندي فاشوف انه الحق اذا كانت على سبيل المحاكم فاشوف انه المحكمة او القرار راح يكون من صالحك انت القرار راح يرضيك واكو عدالة راح تتحقق اتجاه موضوع معين انت كانت مظلوم صار لك فترة طويلة ومنتظر انه يصير بيان به او حتى قرار تتخذ والقرار راح يكون من صالحك هاي يعني على صعيد المعاملات البعض من عدكم واشوف بداية السنة راح يبدأ توقيع عقود جديدة اكو عقود جديدة دا شوف ها قاعد تتوزع البعض الثاني اللي منتظرين مثلا معاملة شراء بيت شراء منزل اشوف انه هاي السنة راح يصل عندك اكتفاء ذاتي عندك اموال هواية راح تحصل ها اكو اكو رزق راح يجيك فجأة اكو مساعدات من ناس مقربين من عندك راح تكون البعض من عدكم يا برج القوس اللي هاي السنة منتظرين ينتقلون الى بيت ثاني او حتى شراء بيت فاشوف انه هذا شي موجود راح يتحقق وياكم بعد النصف الاول من السنة اشوف عندك شراء بيت او سيارة البرج القوس انت ممكن تكون محتار بين هاي الشغلتين اذا كنت محتار بين اتهم فاشوف اكو سيارة او بيت هاي السنة راح تشتريها انت يا برج مشروع جديد راح يشتغل عليه وراح هذا العمل يثمر وراح يصور عندك تحسن بالاوضاع بصورة امنة على الصعيد الصحي اشوف البعض من عندكم ممكن يكون هذا مدى اشوف انت يا برج القوس ممكن البعض من عندكم راح يهتم بشخص بصحة شخص صغير بالسن ممكن يكون ابن دات شنة متزوج او ممكن يكون اخ صغير شخص من العائلة راح تشيل همه ببداية السنة وممكن يكون عنده تعب صحي بس الامور يعني اشوف راح اتعدي على خير وهذا الشخص راح يتشاف ما اشوف لك امور صحية مخيفة ولكن اشوف المقربين من عندك الشخص من العائلة خلونا ننتقل الصعيد العاطفي بالنسبة للمرتبطين تشويج اكو عروض اكو ناس قاعدة تحاول تسخل بحياتكم وبهاي الفترة ممكن تكون عندك حيرة اتجاه الشريك اللي انت تتعامل يا ذات كان هذا الشريك من برج مائي ممكن تكون عندك بعض الحيرة اتجاه التردد ممكن تكون عندك مخاوف حتى تحاول تدافع عن نفسك بعلاقة البعض اللي داخلين عندك مخاوف بس اشوف انت بمركز قوة وانت قادر على انه تدافع عن نفسك بهاي الفترة اتجاه الاشخاص الغير حقيقين اللي داخلون بحياتك ولابسين قناع فاشوف عندك شوية راح يصير يعني الوضع العاطفي بالنسبة للمرتبطين اكو شوية تردد راح يصير ببداية السنة تشويش عدم وضوح ممكن انه البعض منعدكم راح بداية السنة يشوف شي على مواقع التواصل الاجتماعي وهذا الشي اللي راح يشوف راح يسبب لنوع من الخلاف بينك وبين الشريك بسبب موضوع يخص تواصل اجتماعي او ممكن يكونوا اردي هذا الشي صير وياكم شفتوا شي بالتواصل الاجتماعي يخص الشريك اللي انتوا وهذا شي سبب لكم طاقة دفاعية فانت اشوف من النوع اللي كل ش حذر بهاي الفترة ويا الشريك او ويا علاقاتك بصورة عامة لانه هي العاطفة هم تشمل ممكن اي شخص اشوف عندك تردد وعندك النوع من الحذر الشديد اتجاه العاطفة خايف انه تنجرح انت مريت بمرحلة صعبة مريت بازمات انت بالسابق تحاربت وحاربت على متشخص وهذا شخص ما طلع قد التضحية فهسا هذا الشي مسبب لك شوية مخاوف يعني التردد والتشويش اكو هوايا ناس ممكن تكون قاعد تعرض على برج القوس بالفترة الحالية مواضيع علاقات مواضيع زواج من عدكم وهو عنده تردد وقلق وبين الشريك او حتى انه القراءة عكسية ممكن الشريك يكون اكو تباعد بينك وبين بهاي الفترة صاير وهذا شي مسبب لك قلق لانه هنا عندك ورقتين طلعت لي ورقة مخاوف ورقة اوهام ورقة شكوك تحس انه اكو اسرار مخفية وهي فعلا اكو اسرار مخفية عندك بس راح تبلش شوية شوية تتوضح الصورة امامك بالفترة الجاية اكو عندك اشخاص راح تكتشف هم على حقيقتهم اشوف رجوع لك شخص من الماضي مو رجوع وانما هذا شخص راح يحاول انه يتلصص يدخل لحياتك فجأة هي شي سريع سريع او حتى ممكن يكون مراقب على التواصل الاجتماعي امراقب شنو تنزل ويريد يدخل باللحظة المناسبة حتى يرجع يخرب التوازن اللي موجود بحياتك او حتى العلاقة اللي انت دخلت بها فاشوف عندك موقف دفاع بعض من عندكم اشوف المتمسك بشركة او حتى شريكة متمسك بي بصورة كبيرة رغم انه هو عنده تردد وحيرة شوية تشويش اتجاه هذا الشخص ممكن يكون اكو مشاكل من اطراف خارجية قاعد تسبب بينك وبين الشريك تكون وهذا الشي هو اللي يمخليك بمركز الدفاع مركز العناد انت متمسك البعض منك ممكن يكون اكو زعل صاير بينك وبين الشخص اللي مرتبط بي صار لفترة سبعة ايام اشوف انه هذا زعل اللي بيناتكم راح ينحل وراح تتراض وخاصة اذا كان قلت لكم يخص موضوع تواصل اجتماعي او موضوع يخص التواصل ممكن يكون شايف شي وهذا شي مخلي بهذا الموقف الدفاعي برج القوس بالنسبة للعزاب ولكن يعني المرتبطين بصورة عام يشوفوا الامور بيناتكم راح تتحسن اكل بعض من عدكم مثل ما قلت لكم خاصة اللي ينبلشين بعلاقات جديدة اشوف انه البعض منكم راح تترسم العلاقات وراح يكون اكون هنا طاقة زواج مفاجئ وسريع تغييرات سريعة راح تصير بالعلاقة اللي بينك وبين هذا الشخص وهنا اكون شخص رب العالمين راح يخليه بطريقك مثل من قول يعني عوض رباني صار انت عوض اله هو عوض اليك فاشوف لكم بداية جديدة وعواطف بينات راح تتدفق بصورة كبيرة والامور بسرعة بسرعة راح تمشي انت مراح تحس بها نفسك مراح تعرف اشلون الامور هي جد سهلت وصارت كلها بتوفيق من الله بالنسبة للعزاب اشوف اكو شخص مراقبكم صار لفترة كبيرة هذا شخص معجبيكم وموجود هو بالفترة الحالية بالهالة مالتكم هو موجود هذا الشخص وموجود بحياتكم ولكن انتو ممنتبهين الي هذا الشخص اذا كان موجود ومعبر عن مشاعره فهذا الشخص من صفاته انه هو شخص هادئ ما يحب يحب يحتي هوايا هذا شخص الغموض دائما يخليك تحس انه يصر عندك فضول تكتشف انت عندك فضول انه تكتشف هذا الشخص تكتشف مشاعره تكتشف اشياء عن حياته بصورة عامة ولكن هو من النوع الكتوم اللي ما يحب ما يحب انه يخلي حياته معروفة للناس كلها يحب الخصوصية حتى بينه وبين شريكة اذا ارتبط هذا شخص بي فراح تحس انه دائما اكو حاجز بينك وبين اكو تباعد لانه هذا شخص اشوف كتوم وما يحب يحكي هاي بالماضي ما يحب يحكي عن اوضاع الخاص يعني يعرف وش وقت يحكي وش وقت يسكت هذا شخص كشكل اشوف شكل كلش حلو يعني انت راح تنجذ بالشكل بالبداية وبعدها شوي شوي تبلش تتعرف عليه كل ما راح تتعرف عليه راح يزيد بينك وبين المشاعر اكثر ولكن انت عندك مخاوف اتجاه هاي بالنسبة للناس اللي هذا شخص موجود فعلا هس اللي احتي علي انت عندك مخاوف اتجاه لانه انت ما قاعد تفهم هذا شخص شنو النوايا هذا شخص شنو اللي يريد انت اشوف برج القوس خاصة العزاب بالامور اللي تخص العاطفة انت تتحاول انه تمشي على الطريق الصحيح الطريق المضبوط لبعض من عندكم اشوف انه ميريد يرجع يدخل بعلاقات مرة ثانية ده يفكر بارتباط فيريد كل شي يمشي حسب ما هو مخطط يريد اكو امور مخفية اكو اسرار طبعا هاي ايضا طاقة برج الحوت موجودة فممكن الشخص هذا اللي داحت عليه يكون من برج الحوت او من برج الاسد هو هذا الشخص اللي انتو ممكن تكون معجبين به او حتى يعني الطاقة ممكن تكون عكسية ممكن يكون هم و هذا الشخص معجب بس اشوف اكو تعبير ومستعد انو انت تدخل بعلاقة جديدة ومستعد انو انت تعوض التعب والحرمان اللي مريت به بسابق رغم المخاوف اللي عندك ولكن برج القوس دائما متفائل ودائما يقدر يعدل مراحل بدون ما يتعبه ويعني ياخذ فترة الحزن يعرف الفترة الكافة يعرف شو كت يبدأ صفحة جديدة شو كت يبدأ بداية جديدة بالنسبة للمنفصلين اشوف انو المنفصلين والرجوع المنفصلين اشوف اذا شنتوا منفصلين عن شخص من برج ترابي فانتو هذا الشخص الحد الان مثل ما قلت بداية قرأي انتو متعرفوا على حقيقته الشخص اللي من برج ترابي انتو منتظرينه هذا شخص اشوف عنده اسرار هواية عنده كذب هواية عنده تلاعب وعنده نوع من التباعد هذا شخص بالفترة الحالية مو صريح وياكم او حتى بالسابق هو ما كان صريح وياكم بخصوص موضوع مخفية عند هذا الشخص وما قاعد يبينها الكم اكو اشياء مضمومة عليك يا برج الخوس من شخص ترابي انت قاعد تتعامل وياه هذا شخص مو واضح وياك مو صريح عنده امور انت اساسا عندك شكوك ومخاوف اتجاهه ويعني دا تحس انه اكو شي غريب بعلاقتك وياه اكو شي مضموم احساسك بمحل اشوف هذا الشخص عنده نوع من العناد ممكن يكون هذا الشخص منتظرك انت اللي تروح تصالحه وتراجع رغم التلاعب اللي موجود عنده فخلي نشوف شوية نوسع الطاقة بالنسبة للمنفس ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر